ايه كمان يهني؟ اقول لنا اولا انا عايزه امام عشور الوضع بالنسبة له ايه في النادي الاعلي وهل في كلام بينه بين الكابتن محمد رمضان هل الكابتن محمد رمضان بيلومه مثلا هل الكابتن محمد رمضان بيدعمه مثلا الوضع ايه بينه بين الكابتن محمد رمضان تحديدا عايز اتخيل امام عشور وكابتن محمد رمضان بيتعامله ازاي ايه الكابتن محمد رمضان زي اما بنقول كده لما بدأ مع اللعيبة قال لك أنا مش هتعامل مع هسترو أي لعب فقط في الفترة اللي فاتت لا أنا هتعامل مع اللي بيحدث في الفترة الحالية فأمام ملتزم شكل كبير جدا جدا في التدريبات والمواعيد ما بقاش يظهر على السوشيال ميديا كتير ففيه جزء كبير من الالتزام كابتن محمد رمضان على مدار الأمام اللي فاتت وتحديدا يعني انبارح والنهاردة كان بيتكلم مع أمام على فكرة اللي هيقابله من جمهور نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك هيستفزك جمهور نادي الزمالك هيكون فيه بعض المناوشات مش هتقول تجاوزات انت عارف اللي بيحصل في ملعب كرة القدم طبعا فانت خلي تركيزك ان انت تكسب فريقك وتظهر بشكل كويس بلاش الأنانية بلاش ان انت تكون عايز تظهر نفسك فده يأصل على مستوى الفريق الجماعي بلاش تركز مع الجمهور ركز في كرتك ركز في الملعب والمكسب هيرجعك تاني عند الجماهير مش هتلاقي حد بيهجمك وده كان حديث اللعبة كلها اللعبة كلها لما عادت مع بعض قالوا البعضين احنا اتعرضنا لسخرية كبيرة جدا جدا بعد خسارة السوبر الافريقي فاللي عنده استعداد يتعرض لنفس السخرية تاني يتكاسل في الملعب فيه سؤال جيف بالي فيه سيناريوهين المباراة دي بطبيعة الحال ماكسب الخسار 50-50 اهلي وزماني كيبه 50-50 وارد الاهلي يكسب وارد الاهلي يخسر ماذا لو خسر الاهلي ايه سيناريوهات اللي عاد احصل مين اللي هيبقى كبش الفادة مدرب ولا لعبين يعني مثلا مرسل كولر ولا كهرباء عرضوا للبيع ومع ناس تانية ايه اللي ممكن يحصل لو الاهلي خسر مباراة طيب خلينا اقولك ان الاهلي بيتعامل مع السوبر المحلي ومباراة العين في الانتر كونتيننتل دول باكي يجيوا واحد فده بقى لازم يعني ايه لو خسرت ده وخسرت ده تقدر الله طبعا ما ينفعش تخسر من العين هيبقى فيه ازمة كبيرة جدا هيدفع تمانها مين اول واحد كولر 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 واحد هيمشي اساسي اه يعني خلاص لانه هو الناس حتى عندها اللي هو انتباع ان كولر قدم كل ما يملكه مع النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت فهتغير لعبة هتغير عشرين لعب يعني هو كولر كان طالب خمس اجانب جدا هتقدر تنفذ له طلباته في يناير اللي جاي صفقاته الفنية اللي كان محتاجها هشتقدر فهتضحب كولر بعد مباراة العين ده لو السيناريو اللي حصل يعني وما تمنهوش صراحة لان ده سيناريو هيدخل الاهلي في بوابة كبيرة جدا جدا من عدم الاستقرار حصل ان الموسم هيبقى ابتدى مش طعب تجيب صفقات عندكش اسماء مدربين متميزين متعود بقى لك فترة كبيرة على كولر لعبة كتير فكت هتجيب لعبة تانية هتجيب مدرب تاني جديد يبدأ مع اللعبة من اوله جديد سيناريو محدش تخيله داخل النادي الاهلي بس كولا واحدا اضعف يعني الاهلي ما بي او بعض الناس